تتمنى يا سيادة اللواء إن مجلس النواب يقرر إن هو يلغي المهنة دي خلص يعني لما نلاقي سايس في الشارع نقول له مع السلامة ما نعرفكش ولا إن هم يقننوا عمله طبعاً أنا أنا طبعاً بقى بشكر مجلس النواب اللواء مدوع على هذا القرار لسابه واحد أنا ببصّلها كرجل مرور إن أنا الموضوع انتظار السيارات وأزمات المرور موجودة في مدينة القاهرة والمدن العاصم الكبيرة زي سكندرية وجيزة هي انتظار الخطر في الممنوع فبالتالي إن المهنة اللي كان يطلق عليها السايس ده كان بيقول للناس في الضغر كينو زي معايز غيره هو مسؤول مقنعة الضبط في المرور حييجي وحرمه خلفه ويجي وقفهم صف تاني وتالت ويخب منهم مفتاح العروية كمان لكن النهاردة غير بقى إن نتكلم من دفاع قان اقتصاد موجود فلوس يعني بتروح من الدولة بدون أي وجهة نظر وزي بقى المعنى النايب هو القانون قانون انتظار في الساحات أو في المدينة السايس ده هو عشان ناس تبقى فهمه هو عنصر من أحد المنظومات احنا عندنا المنظومة عبارة عن زي ما فهمت طبعا من إخوتنا في المجلس النواب يا رصيف يا ساحة يا المركبة والسايس اللي حينظم هذا الأمر المحترم في القانون الناس بس يا مجل أو الإعلام موجهش مزبوط صح مع لسه هنعرفه من نسيات النائم بتفاصيل طبعا يعني أن انت النهاردة ما بتأجرش الناس فهمة ان السايس ده ان احنا نعمله رخصة فلما نعمله رخصة فبالتالي ان احنا هن هو بقى هيوقف يقوم من ناس فلوس لا قصة مش كده قصة ان هناك يا شركات يا أفراد حتى أولى هذا الأمر عن طريق ان بيتيجي مجلس المدينة أو الحي أو المجتمعات المرونية في الأماكن الخاصة بيها بتحصر مع أدارة المرود ده المهمة بقى ده أنا بالنسبة لك راجل مرود أهم حاجة ان بتحصن الأماكن التي يجوز فيها الانتصار بيش رقم على ادارة المرودة في المكان ده فهي لاح تقول المكان ده يصلح ولا المكان ده يصلح عرضي أو طولي طب ما سمحنا بنركل نفسنا الحقيقة لا مش حكيت ترك نفسك سيدة انا مدورش على وده ما فهم مخالفة ان السياسة هيركني انا مش عايزة يركني على فكرة برضو هناك من ضمن القانون موجود ان الأماكن التي تستطيع ان يبقى فيها تكنولوجيا تكون موجودة فيها زينا زي دولة متقدمة وده اللي كان نفسي طبعا ان احنا نركز عليه اكتر ان المسألة مش فيه سيدة يا جماعة نحن نقول لما يكون في مكان زي سحة انتظار محتاج الراجل اللي ينظم الحكاية دي يكون موجود معنا هيوقف لك ان هو احنا اسمحه بصفة تانية وتارية لا طبعا ده فيه شركات والمواد القانون طبعا معنا النباح يقول عليها انها هتبقى تطح لشركات لغاية عشر سنين يستغل هذا الامر تحت رعاية الدولة بمعنى ان اماكن الانتظار ان انت تدير هذا المكان في مقابل حاجة مالية هيديمها لمحافظة فبالتالي الاحياء دي هتحاجي لها موارد مالية احنا محتاجنا عشان الاحياء دي كلها عشان واحد تاني يبقاش فيه واحد تاني بياخد فلوس بدون وجه حق طيب انا هبقى ارجع لحرك مرة تانية